ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له حيث رحب معاليه بمعالي رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين ونوها معالي رئيس مجلس الشورى بالدور الفاعل والاستراتيجي بل الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وحرصها على مساندة كافة الجهود والمساعي في النهوض بالقضايا العربية والإسلامية مؤكدا أن السعودية تشكل العمود الفقري للمنطقة وبمبادراتها المتواصلة وأدوارها الإيجابية في دعم الأمن العربي والقومي لدول المنطقة وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالتعاون البرلماني والزيارات الثنائية بين مجلسي الشورى في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والحرص الذي يليه أصحاب السعادة أعضاء المجلسين على تبادل الأفكار والرؤى والتوجهات حيال الموضوعات والقضايا التي يتم بحثها ومناقشتها في المؤتمر والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية هذا واهد معالي رئيس مجلس الشورى نسخة من كتاب مجلس الشورى عشرون عاما من الحصاد لمعالي رئيس مجلس الشورى السعودي الذي قامت بإعدادها الدكتورة فوزية الجيب مستشار رئيس المجلس وتوثيق إنجازات المجلس خلال الفصول التشريعية الخمسة فيه من جانبه عرب معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية عن الفخر والاعتزاز بمسيرة المنجزات المشتركة والنجاحات الثنائية التي تحصدهم السعودية والبحرين مؤكدا أن زيارة معاليه تأتي في إطار السعي المتواصل لتقوية الروابط والعلاقات المشاركة بين المملكتين الشقيقتين